اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ويشير له أو يؤشر عليه من أنه يشتبه فيه بأنه يرتكب إبادة جماعية صحيح لم يقل أنه ارتكب إبادة جماعية هذا سيأخذ أشهر ربما سنوات هذه هي الإجراءات القانونية للأسف تأخذ وقت طويل جداً ولكن أهم في القرار هو أنه قبل القضية أولاً قبل الدعوة التي رفعتها جنوب إفريقيا كان هناك تخوف كثير من الأحرار أن ترفض المحكمة محكمة العدد الدولية القضية برمتها فتكون كارثة من ناحية القانونية ومن ناحية العلاقات الدولية ومن ناحية الدبلوماسية على القضية ككل قضية الفلسطينية ككل وعلى هذه الحرب الوحشية ضد غزة كان أيضاً هناك تخوف من أن يشار إلى المقاومة باعتبارها منظمات إرهابية وهذا لم يحدث بل أنه لم يتم إشارة تماماً فيما أعرف ما زلت لم أطلع على القرار كلية لكن لم يشار إلى المقاومة لم يشار إلى حماس بالاسم إنما طلب منهم أن يطلق صراح الرهائن أو الأسرى الإسرائيليين لكن لم يشار لهم إطلاقاً وهذا مهم جداً جداً لأنه كما قلنا أمس لو أقالت المحكمة محكمة العدد الدولية ظلماً من أن هذه الحركات المقاومة هي حركات إرهابية كان ذلك سيضعف بقوة قضية هذه أمام الرأي العام العالمي الأمر الثالث هو أن مجمل الطلبات جل الطلبات التي تقدمت بها جنوب إفريقيا تم قبولها الأمر الرابع أن إسرائيل يجب أن تقوم هذا الكيان الصهيوني الإرهابي يجب أن يقدم في خلال شهر تقرير وهذا يضعه تحت إلزامية قانونية دولية بأن يقدم تقرير طبعاً هؤلاء متعودين أنهم هم فوق الجميع وفوق القانون وفوق الحقوق وفوق كل شيء هم فوق كل شيء وهذا أيضاً في إذلال لهم أي دولة مطالبة من طرف محكمة العدد الدولية أو أي محكمة الساحة الدولية أو أي منظمة الساحة الدولية أن تقدم تقرير أن تشرح موقفها فهذا فيه نوع يتراوح ما بين الإدانة غير المباشرة وأحياناً الإذلال الأمر الآخر هو أنهم لم يفهموا صحيح أنهم في الكيان الإسرائيلي كما قال أحدهم قال هذه ليست بطاقة حمراء إنها بطاقة سفراء ولكنها ليست بطاقة حمراء ونحن لم تأمرنا المحكمة رسمياً وصراحةً بأن نوقف هذه الحرب صحيح المحكمة لم تفعل ذلك علناً ولكنها فعلتها بطريق غير مباشر وكما قالت وزيرة الخارجية لمحكمة الجنايات الدولية قالت بأن مطالب المحكمة منها من الكيان الإسرائيلي لا يمكن لها أن تتحقق أو أن يوفي بها هذا الكيان إلا إذا أوقف حربه وهذه حقيقة لكن الأكثر رح نشوفها الآن في تصريحين أو ثلاثة لمحامين صغينا وهم متخصصين واحد محامي واحدة متخصصة في القانون القضاء الدولي يصرخون يقولون أن هذا خطر وخطر حقيقي طبعاً هؤلاء أدرى من السياسيين سياسيين في إسرائيل وعلى رأسهم نتنياهو الذي أدان المحكمة وصمها أو قال بأنها ستتحمل وصمة عار لأجيال ولكنه في نفس الوقت لم يكن غاضباً جداً لأنها لم تأمره بوقف التوحش لم تأمره علناً ورسمياً سياسيين في الكائن الإسرائيلي يبحثون على أي مخرج حتى لا يقال بأن العالم الخارجي ضدهم خاصة نتنياهو ومن معه في مجلس الحرب وأيضاً الحكومة المتطرفة التي معه أما القانونيين والمحامين فقد قالوا أن هذا شيء سيء رح نشوف بعض الملاحظات لهؤلاء القانونيين اعتقادي أن من بين أهم ما جاء في هذا القرار بالرغم أنا قلت أمس وقرر ذلك اليوم أنه ليس مثالياً ليس جيداً جداً ليس ما كنا نتمناه ويتمناه كل حر ولكنه يقترب يقترب بنسبة 80% من ما كنا نرجوه ونتمناه العشرين بالمئة مهمة جداً لأن التوحش ما زال مستمراً والحقيقة أنه حتى لو صدر حكم بيأمر الكائن الصهيوني بوقف الحرب حالاً ما كان لينفذوا إطلاقاً وكما قلت أمس اليوم قرأت بعض الكتابات تقول بأنها كانت هناك مفاوضات كانت هناك كولسة أنا لم أقرأها أمس ولم أتابعها إلا استنتاجاً واليوم تأكد ذلك من أن المحكمة ربما لم تأمر بذلك حتى تستطيع أن تمرر القضايا الأخرى وحتى تستطيع القضية أيضاً أن تمر إلى مجلس الأب هذه القضية التي نتوسع فيها في الجزء الأول الجزء الثاني حين نرجع إلى القضية الخطيرة التي ستعنينا مباشرة كجزائر وكجزائريين وهي الحقيقة أن الجزائر أصبح يتجرى عليها كل من هبه دب تجرع عسكر مالي التي ساعدهم العصابة في الجزائر ساعدتهم على الوصول وساعدتهم على الإتيان بفاغنر وساعدتهم على ضرب الأزوديين وساعدتهم على أشياء كثيرة جداً يتجرؤون وشنوا هجومات عنيفة جداً ليس فقط في البيانة الرسمية ولكن أيضاً في الإعلام المالي وإعلام آخر في إفريقي شن هجومات عنيفة جداً على الجزائر وكثيرين سيتضررون خاصة الجزائريين وعموماً حتى غير الجزائريين الشمال الإفريقيين إذا شئنا كل من وجهه ربما لا يميل إلى الصمرة أكثر ربما يميل إلى البيض قد يتأثر كل ما يعتبر عربي أو تارقي أو مزيغي أو في إفريقيا سيتأثر خاصة في الدول هذه في مالي، نيجر، بوركينافاسو إلى حد ما، تشاد سيتأثرون مش شرط الآن لكن تأثر قادم في مالي واضح والهجومات رهي جاية ومسد بعض الناس اللي عندهم تجارة في بعض المدن المالية في جنوب مالي خاصة اللي يقولوا عليهم جزائريين هناك سواء كانوا جزائريين صح ولا مغاربة ولا ليبيين ولا مصريين أو غيرها رح نتكلم هذا في الجزء الثاني ورح خاصة نقول لماذا كمشة الجنرالات اللي هم تحكمة اليوم في البلاد لماذا أوصلتنا إلى هذا الوضع ولماذا لا تستطيع أن تخرجنا من هذا الوضع اللي رح سيزداد تدهوراً مع الأيام سيزداد تدهوراً وبالنسبة للعصابة، بالنسبة للجنرالات ولا يعرفون الناس هذا رأيه منذ سنوات طويلة وكررت عشرات المرات في قلال اللايفات هذه من أن قضية الصحراء الغربية هذه ندفع ثمنها غالي وغالي جداً والعصابة هذه دفعنا ثمن كارثي ونذبح كجزائريين وكمغاربة بسبب قضية الصحراء اللي دمرت في الحقيقة وأضعفت وأضعفت البلدين، أضعفت الجزائر وأضعفت المغرب وخلاتهم الآن نظام المغربي ونظام الجزائري يتنافسون بشدة في كل مكان بسبب هذه القضية وإذا كان المغاربة يقول لك نحن في نهاية المطاف إذا كنا حتى لو كان نقدم أموال أو نقدم رشاوي أو نقدم هدايا أو نقدم تنازلات أو نقدم أي شيء لدول أخرى فإننا نسيطر على الصحراء ورح نسموها الصحراء المغربي بينما العصابة في الجزائر في الحقيقة تسرف في أموال الشعب الجزائري كثير من الجزائرين مجوعين، مفقرين، معطلين، حوالهم بائسة وتدفع في هذه الأموال آخرها مليار دولار قبلها قبلها أربع شهور إلى خمس شهور أعلنوا بمليار دولار لإفريقيا لكن هذه الأموال في الحقيقة لا تذهب رح نشوفه يبعث لي كل ملف المساعدات هذا اللي رحمه من حين لآخر نسمعه مساعدات لدول إفريقية هذه المساعدات لا تذهب إلا للدول اللي تعترف بما يسمى الجمهورية العربية صحراوية أو تسمى الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية أو البوليساريو فقط مساعدات وهنا نفهم أن هذه المساعدات ليست مساعدات بحق إنما هي رشاوي للدول مع ذلك أقولها من الآن لكن رح نختم بها ربما بها الحديث يتوجه تتوجه طغمة العسكرية في مالي اللي هي جزء كبير استفادت بشكل كبير جدا من شنغريحة والجماعة اللي معاه تتوجه إلى الاعتراف بمغربية الصحراوية وهذه ستكون بالنسبة للعصابة ضربة أخرى لأنهم هما كل الدبلوماسية الجزائرية كلها الآن تشتغل على هذا الملف يعني ما هيش مسارح الجزائر كدولة كوطن كشعب كبلد إنما اللي مع الصحراء الغربية راح معنا واللي ما هوش مع الصحراء الغربية راح ضدنا خاصة إذا كانوا بلدان ضعيفة وسغيرة أو بلدان إفريقية طبعا ما يقدروش يقولوا هذا الكلام لأمريكا وألمانيا وهولندا وبلجيكا وهذه تقريبا كلهم رامقضاء وموقفهم والآن هم يتكلموا على الصحراء المغربية أو على الطرح المغربي لقضية الصحراء تبنوا آخرها طبعا كانت الولايات المتحدة في أيام ترامب وكان جماعة بايدن هذون قالوا لهم سنرى سننظر في الموضوع لكن هاو بايدن باقي له سبع شهر أو ثمان شهر باش يخلص باش على الانتخابات الأمريكية باقي له عشر شهر في المنصب قريبا سنة ما فيش تغيير في الموقف الأمريكي الموقف الأمريكي اعترف بمغربية الصحراء بالطرح كما قدموا النظام المغربي حول قضية الصحراء يعرف الناس رأي في هذا الموضوع وقلتها سبعين ألف مرة أن قضية الصحراء هذه لديها حلول وحلول لا أقول بسيطة ولكن حلول معقولة ومعقولة جدا لو كانت هناك عقول وأقول أن العصابة في الجزائر تتحمل الجزء الأكبر في هذه القضية هنا لا أنفي أن هناك أيضا مسؤولية تقع على النظام المغربي ولكن للإنصاف وأنا لا أخاف في الله لو ما تلائم أن العصابة في الجزائر تتحمل الجزء الأكبر في هذه القضية إنها قضية عمرها خمسين سنة والآن أصبح ضررها ليس في قضية من مع الصحراء أو ليس مع الصحراء أصبح ضررها على الجزائر وقد تتحول هذه القضية في النهاية إلى تدمير الجزائر نقدر الله رح نرجع على هذا الموضوع إذن إذا ذهبنا إلى قضية القرار قرار محكمة العالم الدولية صدرت بعض يعني كتب عليها الإعلام العالمي بشكل كبير جدا في الحقيقة هناك عشرات المقالات عشرات البرامج تلفزيونية عشرات التعليقات آلاف الكتابات على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذه القضية في مجملها في مجملها يميل الناس يعني خاصة الناس المنصفين إلى أنها وإن لم توقف أو تطلب بإيقاف الهجوم الوحشي البربري على غزة فإنها أخضعت الكريان الصهيوني اللي كان دائما فوق القوانين الدولية أخضعته إلى القانون وأخضعته إلى المحاكمة وقبلت بالاختصاص في القضية وقبلت في أغلبية طلبات جنوب إفريقيا وتلاحظون مرة أخرى نذكر أنها جنوب إفريقيا وليست لا ماليزيا ولا الجزائر ولا مصر ولا أندونيسيا ولا المغرب ولا باكستان ولا بنغلاديش ولا السعودية مش أي بلد لا عربي ولا مسلم مش هي إنها جنوب إفريقيا وما زال لحد الآن صحيح أن هذه أغلبية هذه الدول على استثناء أربما ثلاثة ولا ربعة على رأسهم الإمارات من هذه الدول التي تسمى دول إسلامية للإمارات أساساً حتى السعودية نافقت وقالت أنها مع صدور القرار أنهم يقولون أنهم مع القرار ومرحبين به لكن لم تكن لهم الشجاعة التي تحلات بها جنوب إفريقيا ورفعت قضية ضد الكيان السهيون جنوب إفريقيا وهي ترفع القضية تعرف أنها لا تخاصم إسرائيل إنها تخاصم الغرب الغرب الرسمي لحكومات الغربية في مجملها خاصة الولايات المتحدة بريطانيا ألمانيا فرنسا إيطاليا كل هذه الدول ستكون خصم لجنوب إفريقيا لأن الذين صنعوا الكيان السهيوني ويدعمونه لا يريدون لا يريدون أن يمسوا أي شيء بالرغم غضبهم خاصة في السر وفي الغرف المغلقة وفي الحديث الجانبية مما يفعله نتنياهو ومن معه إلا أنهم يعتبرون وجود الكيان الإسرائيلي أسد شيء مهم للغاية لهم أن يبقى هذا الكيان لأنه يقدم لهم خدمات أخرى أيضا وأهمها إضعاف المسلمين وإضعاف المنطقة ككل واستخدامه كأدات أحيانا بعض الطغاة يقول لك باش يستخدموه كتغطية نحن مع فلسطين ظالمة أو مطلومة وسنحارب ولا صوت هذا اللي يزعمون أنهم ضده وآخرين يخضعون له مباشرة والمثال المصري والإماراتي والسعودي والأردني واضح تتواصل الآن الآن أضيفت معلومات أخرى أن أصبحت السلع تصل إلى البحرين السلع التي تأتي من الهند مثلا ومن آسيا أموما تصل إلى البحرين ومن البحرين تمر عبر السعودية والأردن تصل إلى إسرائيل وهناك سلع تصل إلى دبي ومن دبي تمر الإمارات يعني تمر على السعودية والأردني تصل إلى إسرائيل في الوقت اللي إسرائيل تمنع فيه وتجوع فيه تمنع فيه دخول المساعدات إلا قليلا وتجوع فيه الشعب الفلسطيني تجوعا رهيبا غير مسبو أهل غزة في القضية بحداتها خلونا نشوف بعض التعليقات لو أخذنا واحدة ربما من أكبر الجرائد العالمية وهي أكيد أكبر الجرائد ربما الأولى أو الثانية في العالم وهي العالم الإسباني أو المتعدد بالإسبانية وهي عموما أكبر الجرائد العالمية وهي البايس هذه الجريدة الإسبانية قالت في الافتتاحية التاحة اليوم افتتاحية السبت أن حكم محكمة العدد الدولية حول الحرب في خطاع غزة يعد حكماً تاريخياً ومن شأنه أن يجعل من إسرائيل دولة مارقة ومنبوذة رحضوا جيداً العبارة استخدمتها دولة مارقة ومنبوذة لماذا؟ نقول صحيفة منذ أمس الجمعة تخضع تصرفات إسرائيل في حرب غزة للتدقيق القانوني الذي قد تكون له عواقب مهمة بعد أن اصدرت محكمة العدد الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي سلسلة من الإجراءات الاحترازية الملزمة لإسرائيل التي اعترفت بسلطة المحكمة وتهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف الوضع اليائس الذي يعيشه السكان المدنيون في القطاع وتجنب أي عمل يشكل إبادة جماعية وفق الاتفاقية 48 بالإضافة إلى ذلك فإنها تفرض الالتزام بعدم تدمير أي دليل من شأنه أن يهدين إسرائيل تضيف الصحيفة ومنذ قراءة القرار يعني منذ أمس الجمعة أصبحت حكومة نيتنياهو ملزمة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتجنب انتهاك المادة الثنين من الاتفاقية التي تكسر سلسلة من الأعمال التي تعتبر إبادة جماعية مثل قتل أفراد مجموعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية أو أضرار جسيمة بالسلامة الجسدية أو العقلية لعضائها أو إخضاع تلك الجماعة عمدا لظروف معيشية من شأنها أن تؤدي لتدميرها الجسدي كليا أو جزئيا تضيف بعيس في الافتتاحية بالمناسبة يعني أعطاتها أهم موقع في أي جريدة والافتتاحية لديتورياليا إن المحكمة التي ترفض التي لم ترفض الجزء الأكثر أهمية من الدعوة التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في نهاية ديسمبر الماضي نية الإبادة الجماعية ضد السكان الفلسطينيين ترى أن هناك مؤشرات لتقييم الاتهام الخطير لكنها تدرك أن الأمر سيستغلق وقتا طويلا قبل أن يصدر حكم في هذا الشأن وتأمر بسلسلة من الإجراءات ذات الأثر الفوري لوقف ما يحدث والحفاظ على أدلة الجريمة ويجب على نتنياهو أن يقدم أدلة خلال شهر على أنه يلتزم في الواقع بأحكام الهيئة القضائية التابعة للأمم المتحدة هم قالوا نتنياهو لكنها هي ليس نتنياهو لأنه حتى لو سقط نتنياهو غدا مثلا هي ما يسمى بحكومة إسرائيل ما يسمى بحكومة الدولة العبرية الكيان العبري وتختثم الجريدة بأن القرار تاريخي وقد يجعل من إسرائيل دولة مارقة ومنبوذة وتبرز الفقرة المتعلقة بهذه النقطة بما يلي إن الحكم الذي يعرض إسرائيل للخطر كما لم يحدث من قبل هو حكم تاريخي للمرة الأولى يواجه بن يمين نتنياهو نظاما دوليا يؤدي إلى عدم امتثال له إلى عواقب بعيدة المدى أكثر من التجاهل المعتاد لقرارات الأمم المتحدة تلاحظون أن الصحيفة تستخدم بن يمين نتنياهو لا تقول إسرائيل كثيرا استخدمت بن يمين نتنياهو لأنهم ما زالت إسرائيل حتى في إسبانيا وهي أقل الدول صهينا تصهينا ما زالت كلمة إسرائيل مقدسة عندهم بالمناسبة كلمة إسرائيل مذكورة كثيرة في الكتاب المقدسة الذي يؤمن بها المسيحيون وإسبانيا ربما من أكثر الدول في أوروبا تدينا أو من أقلها إلحادا إذا شئنا لأن أوروبا الآن تنتجه تقريبا في حدود 60% إلى 70% إلى الإلحاد شعوبها يعني فهم يستخدمون حتى إحنا كلمة إسرائيل موجودة كثير عننا في كتابنا المقدس فهم مش يستخدموا في كلمة إسرائيل كثيرا يستخدموا بن يمين نتنياهو لكن الحقيقة تعني إسرائيل كالإسرائيلي كالزيوني وليس بن يمين نتنياهو لأنه هو رئيس حكومة قد يسقط في أي لحظة وسيسقط في نهاية المطار وليس بعيدا من الآن يعني وإن كنت أنا شخصيا أتمنى أن يبقى أشهر أخرى يعني بن يمين نتنياهو هذا بالذات هو الذي يقسم تقسيما غير مسبوق هذا الكيان وزرع داخله كل بذور الخراب والدمار أو ساهم بدور كبير فيه ولذلك أي شيء يؤدي إلى تفكيك هذا الكيان فهو شيء جيد حتى ولو كان بن يمين نتنياهو إنه حكم تاريخي للمرة الأولى يواجه بن يمين نتنياهو نظاما دوليا يؤدي عدم الامتثال له إلى عواقب بعيدة المدى أكثر من التجاهل المعتاد لقرارات الأمم المتحدة وهو الأمر الذي سيحدث مرة أخرى لو طلبت محكمة العدد الدولية وقفا فوريا لإطلاق النار إن أفعاله في غزة قد تؤدي بإسرائيل إلى المحاكمة بتهمة الإبادة الجماعية وهي المفارقة التاريخية التي تخجل العديد من مواطنيه فقد فشل في تأمين إطلاق صراح الرهائل وتسبب في معاناة غير مبررة لعشرات الآلاف من الأبرياء إن خطر تحويل إسرائيل إلى دولة منبوذة دوليا قد يزيد أيضا من الإرث الكارثي الذي خلفه رئيس وزراح هذا الكلام إذن هو من واحدة من أكثر صحف العالم انتشارا وهي ربما صحيفة الأولى أو الثانية في العالم الإسباني والعالم الإسباني بالمناسبة هو عالم كبير جدا يعني إسبانيا هي الجزء الأصغر إسبانيا الأوروبية إسبانيا التي تقع في أوروبا هي الجزء الأصغر من التاريخ والتراث الإسباني واللغة الإسبانية المنتشرة في أمريكا الجنوبية فإذا استثنين ثلاثة واربع دول خاصة البرازيل فإن تقريبا معدى ثلاثة واربع دول من أمريكا الجنوبية الباقي كله يتحدث اللغة الإسبانية وهؤلاء مئات الملايين مئات الملايين البرازيل يتحدث كما تعرفون البرتغالية والبرازيل اللي هو أكبر ربما مئة مرة من البرتغال وعدد سكانه أيضا أكبر من البرتغال ربما بعشرين مرة أو أكثر أو تقريبا يتحدث برتغالية وإن كانت برتغالية أميل إلى بعض الأجزاء المحلية اللي هي يسمى البرتغالية البرازيلية ليس هذا فقط ليس في البايس فقط مش راح نجيب كل الجرائد والمجلات وما طلعت عليه شخصيا لأنه يخطنا وقت طويل لكن نأخذ جزئين أو ثلاثة فقط لإظهار الموقف هو هذا لأن داخل كيل الإسرائيلي هناك عملية وكأنهم كانوا يتوقعوا أسوأ فهم الآن وكأنهم يقول لك أوكي مايش أسوأ مما كنا نتوقع والحقيقة أن على المدى المتوسط والبعيد سيئة جدا لهذا الكيان جدا جدا هذه القضية فمثلا وجدنا أيضا محللين أو محللون أمريكيون قالوا من أن أو هذه التتعلق ببايدن خلنا نرجعوله فيما بعد بايدن خلنا نشوفو هنا بعض الموقف من محللون أمريكيون يهودية السريونية تتحدث عن القضية عن اللغة العبرية مش حين تفهمون نفهموها خلنا نشوفو ملخص ما تقوله ملخص ما تقوله من ناحية القضاية القرار الذي تم اتخاذه اليوم ليس لمصلحة إسرائيل قيلت اليوم ادعاة صعبة جدا ضد إسرائيل وأصدرت المحكمة قرارات اليوم تجعل هذا الحدث حدثا مستمرا والقرارات التي صدرت اليوم ستؤثر على الجهاز القضائي الإسرائيلي وعلى المستشار القضائي في إسرائيل ماذا سنفعل فيما يخص هذه القرارات أنا توقعت أن تنتهي المحكمة اليوم ونلتقي في هذه المحكمة في المرحلة القادمة ولكن الآن هذا الحدث يتدحرج وسنكون تحت المجهر لفترة طويلة الضرر الذي حدثنا اليوم هو ضرر إعلامي وسياسي والدول التي تريد أن تتخذ خطوات ضد إسرائيل تستطيع أن تفعل ذلك الآن وستستغل قرار المحكمة لتفعل ذلك هذه واحدة من المختصين البروفيسيرا يعني بروفيسيرا خنشوف الأسمن تحرب ما مذكور هنا نشوفوا لدينا اسمها لكي نذكروا ربما بعض الناس يرجعوا أو يرجعوا أنا أحب دايما أن نمد المراجع لكي الناس يستطيعون أولاً يتأكدوا مما أقول ومن حقهم أن يبحثوا يتأكدوا وثانياً هناك من يتوسع سواء ساتذة طلبة متخصصين صحفيين مراتي يرسلون يقولوا لي جيداً أنك تمد المراجع لأننا نعود لها ونرجع لها وهذا مهم جداً خنشوف إذا لقيت اسمها نذكروه آه نعم اسمها البروفيسور تامار هوستو بيسكي مختص بالقضاء الدولي إذن البروفيسور تامار هوستو بيسكي مختص بالقضاء الدولي ليس هي فقط هناك أيضاً شخصية أخرى متخصصة وهذه ربما ليست إسرائيلية غربية هي هذه بروكولشتاين محامية بريطانية ممكن تكون يهودية بريطانية for this kangaroo court in what is really lawfare theatrics I don't think Israel won today at all I think the spin is false I want to be very clear however there was no determination by the court whether or not genocide was committed by Israel obviously it has not been the court just issued this preliminary order telling Israel not to commit genocide which I think is completely asinine obviously the court did not even mention the word Hamas it did not make any order of Hamas to stop targeting Israeli civilians هذه غاضبة جدا وما يغضبها أن وإن لم يصدر قرار lawfare theatric وإن لم يصدر قرار بالمنع منع الحرب منع التوحش والبربارية الصهيونية إلا أنها تعتقد أن مجمل ما صدر هو سيء للكيان الإسرائيلي وكون أصلا هذا الكيان يطلب منه أن لا يرتكب إبادة جماعية تقول بالله هذا في حد ذاته شبه إيدانة هذا 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 مضر جدا واللي أزعجها أكثر تقول أن حماس لم تذكر إطلاقا في قرار محكمة العدل الدولي أنا كما قلت ما زال لم أطلع عليه بحث بسرعة لم أجده منشور ربما ينشروه في قرب فرصة ربما نشر و أنا لم أنتبه له لكن هي قالت أن اسم حماس لم يذكر نهائيا ولم يطلب منها أي شيء لم يطلب من حماس أي شيء وحماس تقول هي خصمنا يعني هذه البروفيسور كما قلت اسمها بروك جولشتاين وهي محامية بريطانية مرجح أنها ربما من أصول يهودية والحقيقة هناك هناك يهود فرحوا لصدور هذا القرأ لأنه ضد الكيان وهناك غير يهود ولكن هم متصاهينين غضبوا لصدور هذا القرأ فالقضية هنا تتعلق بالصهاينة سواء كانوا يهودا أو غير يهود بما فيهم الصهاينة العرب اللي هما مواليين لهذا الكيان في المطلق مثل بن سلمان مثل بن زايد مثل السيسي وآخرين باش نذكر فقط هذه الأسماء المعروفة لوجدنا بعض اليهود في أمريكا في الولايات المتحدة السعداء بصدور القرأ اللي استغربت له هو أن الولايات المتحدة تقول أنها مجدة القرأ تقول أنها ليست ضد القرار خلا نشوف وش يقول جون كيربي قال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض أعتقد أن حكم المحكمة يتوافق مع العديد من مواقفنا ومع الكثير من النهج الذي اتبعناه مع إسرائيل هذا يأكد وش قلت أمس أنه احتمال كبير وقع تفاوض وقعت كولسة وقع محاولة الوصول إلى اتفاق ما بين الولايات المتحدة وما بين المحكمة واحتمال كبير للعب هذا الدور دور الكولسة هذه ودور الوسيط هو رئيسة المحكمة ذاتها اللي هي أمريكية وكانت مسؤولة أمريكية فيما سابق أو محامية أمريكية على كل حال هي منتدبة من طرف الولايات المتحدة من طرف وطنها من طرف بلدها جولتها هو يقول هنا أن كثير من مصدر يتوافق معهم ووقفنا يبدو أن الولايات المتحدة لما في كثيرين الآن دا حتى داقل إسرائيل يقولون أن إسرائيل كانت ترفض الذهاب إلى المحكمة قلهم أنا ما نستعرفش بكم اللي أقناحها بالذهاب إلى المحكمة هي الولايات المتحدة قالوا لها أن الكرسي الفارغ هنا كرسي الشاغر سيضرك مش سينفعك من الأحسن أن تذهبوا وتدافع عن أنفسكم لكن دفاعهم ظهر فارغ ظهر ضعيف وضعيف جدا والقرار صدر وكما قلنا في مجمل ليس في صالحهم حتى وإن كان لم يأمر مباشرة وبصيغة صريحة وعلنية بوقف اطلاق نا بوقف هذا الحرب المتوحشة لكن لما يقول كيربي ووراكم تعرفوه الآن يظهر كثير في القنوات وهو المتحدد باسم المجلس الأمن القومي أنه يتوافق مع كثير مما طلبناه من إسرائيل في السابق هذا يعني أن الولايات المتحدة لم تكن بعيدة أيضا على صدور هذا القرار بالرغم من أن وزير الخارجية اللي وصف نفسه في البداية بأنه يهودي ويصل إلى تل أبي باعتباره يهودي قبل أن يكون وزير خارجي أمريكي قالها في بداية الأحداث كان يقول بأنها بيزلس بأن هذا القضية هذه لا قيمة لها لا وزنة لها لا أساسة لها لا قاعدة لها هذه القضية في حداتها لكن كي متخصصين أمريكيين قالوا بأن بايدن والإدارة الأمريكية ربما أيضا بالرغم من أنها من ناحية السياسية هنا نفرق بين شيئين أن من ناحية السياسية قد تستفيد إدارة بايدن لأن نتنياهو ما هوش قاعد يسمع لهم وقاعد يتجاوزهم وقاعد يتصرف بطريقة تخالف أحيانا المصالح الأمريكية خاصة قضية حل الدولتين حل الدولتين هو مصلحة أمريكية غربية لكن الجماعة اللي راهي الآن مسيطرة على الحكومة نتنياهو ومن معاه يعترضون عليها في المطلق بينما الاسطابليشمنت الدولة العميقة داخل الكائل الإسرائيلي في حد لباس به منهم مع حل الدولتين وهم أصلاً لما داروا اتفاق أصلهم على أساس أنه يوصل إلى حل الدولتين ورئيس الوزراء آنذاك اللي يقتل فيما بعد كان كان مع حل الدولتين لكن قضية الدولة الفلسطينية كان كل واحد يتصورها بصيرته والتصور اللي كانوا يريدون أن يصلون إليها أنها دولة متهش متنش يعني بدون جيش حقيقي إنما بأجهزة أمنية ربما يسمحون لهم بمطار يسمحون لهم بميناء يسمحون لهم بعلم وعملة ولكن في النهاية تكون كونتون من الكونتونات مثل ما هي كان واحدة الثلاثة أو الأربع كونتونات في جنوب إفريقيا تابعة لدولة جنوب إفريقيا وإن كانت مستقلة تعتبر مستقلة لكنها في الحقيقة تابعة لجنوب إفريقيا لفرق ما بين الجانب السياسي اللي ربما الإدارة الأمريكية لم تكن غاضبة منه بل بالعكس ترى أنها تتوافق معها في أجزاء شافوا الجانب القانوني قالوا لا في الجانب القانوني هذا قد يضر بالإدارة الأمريكية واش قالوا؟ قالوا إن اتخاذ إجراءات فورية لمنع الإبادة الجماعية في غزة يشكل اختبارا للدعم غير الأخلاقي الذي يقدمه رئيس الأمريكي جو بايدن للحرب الإسرائيلية على غزة وسط ضغوط دولية متزايدة لوقف إطلاق النار خاصة وأن الولايات المتحدة دفعت الدول الأخرى إلى احترام قرارات المحكمات الدولية فيما مضى ستيبن راب وقد شغل منصب السفير الأمريكي المتجول لقضايا جرائم الحرب في إدارة أوباما اللي كان بايدن هو نائب أوباما يقول أن الولايات المتحدة ستجد صعوبة في قبول عدم امتثال إسرائيل لأن القاضي الأمريكي في لجنة المحكمة العدد الدولية انضم إلى ما كان في الأساس قرارا بالإجماع ولأن الولايات المتحدة أيدت بقوة الأوامر المؤقتة الصادرة على المحكمة فيما يتعلق بأوكرانيا وميانمار وسوريا وجهد الكلام في صحيفة The Hill لقد أخذت إسرائيل هذه القضية على محمل جد لأن أوامر المحكمة لها تأثير حقيقي ويتوقع جميع الحلفاء الرئيسيين الآخرين للولايات المتحدة أن تمتثل إسرائيل للأوامر بحيث تجد الحكومة الإسرائيلية نفسها تعامل على أنها منبوذة إذا تحدد الأوامر هناك كلمة منبوذة نجدها عند هذا السفير الأمريكي السابق وهو نفس العبار لاستخدمتها البايس بالمناسبة الاتحاد الأوروبي بما فيهم ألمانيا التي كانت تريد أن تكون مع إسرائيل في القضية بالأخير أعتقد أنها لم تنضي طالبوا إسرائيل بالاستماع وتنفيذ ما طالب المحكمة أوامر المحكمة بشكل ضروري وبشكل سريع قالها بوريل الإسباني أمس وقالتها وزيرة الخارجية الأمريكية اليوم السماء الألمانية اليوم قالت على إسرائيل أن تنفذ أوامر المحكمة كون يخرج من ألمانيا ثاني أكبر داعم للكيان الإسرائيلي بعد الولايات المتحدة تفوقت حتى على فرنسا وبريطانيا هذا أيضا مهم جدا مهم جدا مثلا ألمانيا الآن تدفع بقوة بأن تدخل مساعدات إلى أقصى حدودها إلى الفلسطينيين في غزة وهو موقف أمريكي أيضا لكن ما زال كالإسرائيلي يتردد إلى الدرجة أن المتنطعين المتطرفين وهم كلهم متطرفين على كل حال بالنسبة للحكومة المتطرفين فيها داخل الحكومة أو ما أمروا أتباحهم أن يقطعوا مداخل السلع اللي جي من كرم أبو سالم وهو معبر مما يسمى ما إسرائيل إلى غزة راهم قاطعين وهم مش حبينهم إياه وخرج أحد الحكامات المتطرفين يقول يجوز يجوز استمعوا لهذه جيدا مع أنها عندهم مقدسة يجوز اختراق النصوص الدينية المتعلقة بالسبت طقوس السبت عندهم مقدسة لكن يجوز اختراقها إذا كان ذلك يؤدي إلى منع الغذاء واللباس أن يدخل لغزة لماذا؟ لأنه في العمق ما اعتربهم مش بشر كما قال وزيرهم الدفاع حيوانات بشرية بايدن في الحقيقة يتلقى إشكالات أخرى فمثلا في قضية الانتخابات الأمريكية وجدنا أن بايدن لديه مشكلة فمثلا في ولاية مثل ولاية ميشيغان دولة ميشيغان ماذا حدث فيها؟ خلينا نشوفوا ماذا حدث فيها أسمعوا هذه الكلمة المترجمات الأرب leaders in Michigan turn down a meeting in Dearborn with President Biden's campaign manager as some in the community are angry over the U.S.'s handling of the Israel-Hamas war in Gaza CBS News Detroit's Ibrahim Samra is on your block in Dearborn with more Arab-American leaders here in Dearborn say now is not the time for electoral politics in fact they say President Biden's attempt to send campaigns that right here to Dearborn to discuss elections هي ليس فقط الهيومانيزة ولكن أيضاً مضحة في المشيغن أنت ليست مرحباً في ميشيغن سننجد أن تأكد أن تأكدتك سيساعد بايدن زعماء الجالية العربية في ميشيغن ربما معهم أيضاً زعماء من دول إسلامية أخرى أيضاً قالوا بأنهم سيفشلون زيارة بايدن ورفضوا ورفضوا اللقاء بالرئيس بايدن لما يذهب إلى ميشيغن في حملة الانتخابية في الأيام القادمة قالوا أنهم يرفضون اللقاء به مدامة ما وقفوا هذه هي في قضية التوحش الصغيوني ضد غزة تخيلوا هؤلاء يرفضون اللقاء زعيم الامبراطورية أكبر دولة أقوى دولة في العالم يرفضوا اللقاء وحاولوا المشرفين على الحملة الانتخابية أن يؤثروا عليهم قالوا لهم مدام موقف مدامه لم يدعوا إلى وقف إطلاق النار في غزة ويبتعد عن هذا الموقف المتطرف والمتطرفين لن نلتقيه وميشيغان هي من الدول أو الولايات كما تترجم العربية التي تلعب دور حاسم في الانتخابات الأمريكية هي من الولايات التي ليأخذ ميشيغان محتمل جدا أن يفوز بالانتخابات الأمريكية لأن التنافس حولها شديد جدا يعني كاين في الولايات المتحدة في الانتخابات الرئاسية كاين ولايات محسومة للديمقراطيين يعني يحدث ما يحدث الأغلبية ستنتخب للديمقراطيين وكاين ولايات محسومة للجمهورية يحدث ما يحدث سينتخبون لمرشح جمهوري وكاين حوالي ستة سبعة تقريبا ولايات هؤلاء مش محسومين هؤلاء فيها مختلاط وقد يكون الفرق أحيانا بضعة ألاف من الأصوات مشيغان واحدة منهم وهناك جالية عربية وإسلامية واسعة في مشيغان وإذا مضت مشيغان وقالت أنها لن تنتخب لبايدن فطبعا الأصوات ستذهب لترامب حتى لو امتنع عن تصويتهم ترامب سيفوس لأن المفروض يرجحوا كفة بايدن ما يمتنعون فقد يؤدي قد تكون مشيغان واحدة من الولايات اللي لم تكن هي الولاية الرئيسية ستسقط بايدن زعماء ها رفضوا لقاء بايدن لما اسمعت الخبر جاني في ذهني مباشرة ما يسمى بزعماء الجاليات العربية والإسلامية وكيف نقول العربية هنا تقدر تحط فيها الأمازيغ والأكراد والتركمان وكلهم يعني دعنا نقول الجاليات الإسلامية في فرنسا لو كان يكلمهم العساس لا أقول تعم ماكرون أقول العساس تعم ديرمانو تعم زير الداخلية وأربما حتى تعمير يروحوا حبول لأن الحقيقة الأغلبية من هؤلاء اللي جعلوا أنفسهم زعماء للجالية أو متحدثين باسم الجالية هم حركة ليسوا كلهم لكن الأغلبية منهم اللي فيهم أحرار واللي دافوا على حقوق الجاليات ودافوا على المسلمين وعلى الإسلام وعلى القانون كما يجب أن يكون وليس كما هو يتعامل به الآن في جمهورية الفرنسية اللي أصبحت جمهورية العداء للمسلمين الأغلبية يتم إبعادهم يتم إسخاطهم يتم إضعافهم يتم تخويفهم أحيانا يتم ترحيلهم فشوف الفرق ما بين تعامل زعماء هذه الجالية في أمريكا وفي فرنسا في فرنسا الآن اللي بقات هي النطيحة والمتردية وما أكل السبع ومرتزقة وأحيانا يجب يخرجوا ويخرجوا من الدين ويخرجوا من القيم ويخرجوا من المبادئ ويخرجوا باش يظهروا للفرنسيين أنهم راهم أكثر منهم تفرنصا إلى مش تصهينا أنا شفنا بعض الوجوه متصهينا بما فيهم هذا اللي يسموها صاحب تبون اللي حطاتوا الدياراس على مسجد باريس يخرجوا في الأيام الأولى متصحينا كان أكثر تصاهينا من بعض اليهود الفرنسيين اللي موجودين هناك صحينا فرق كبير حقيقة وذلك لماذا يتمادى النظام السياسي الفرنسي تتمادى الاستابليشمنت الفرنسية في الضغط على المسلمين في غلق مدارسهم غلق مساجدهم تخويفهم لماذا؟ لأن قيادات المسلمين في فرنسا القيادات المسموح لها بالعمل والتحرك وليس كل القيادات هؤلاء مثل الحركة اللي كانوا أيام الاستعمار الفرنسي في الجزائر مثل القياد والبشغوات والحركة اللي كانوا في الجزائر أنكس نتعى الإدارة وزارة الداخلية ينطقون بما تريده وزارة الداخلية أي وزير داخلي وكلما جاء وزير داخلية في فرنسا كان أبشع من الذي سبقه دارمانو هذا تجاوز حتى الساركوزي المعروف بكوارثه التي ليس له هدود شوفوا الوقت باش نقدر نتكلم في موضوع الثاني سمحنا شوية الوقت في حديث على وكالة غوثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين القيامة قائمة بمجرد أن خرج الكيان الإسرائيلي وقال أن عدد من موظفي الأونروا اللي قتلت منهم إسرائيل أو هذا الكيان قتل منهم أكثر من 131 لحد الآن أنا مشاركوا في 7 أكتوبر وبدون تحقيق بدون صدور حتى التحقيق قامت الولايات المتحدة بتوقيف دعمها للأونروا والولايات المتحدة واحدة من أكبر دعمي الأونروا الأونروا اللي ما يعرفوهاش هي لتدعم الفلسطينيين تشغلهم عندها مدارس تشرف على مدارس يعني تقوم بأعمال اجتماعية واقتصادية لصالح الفلسطينيين وقد أنشئت منذ أن تم تقسيم فلسطين إذا الولايات المتحدة أقدمت على وقف مساعداتها تعليقها تبعتها أستراليا تبعتها بريطانيا وتبعتهم إيطاليا أيضا سارع وبسرعة في حين أن بلد مثل النرويج قال هذا خطأ فادح لأن الأونروا تقوم بدور مهم جدا وفي هذه الظروف بلغة صعوبة على أهل غزة فإن دور الأونروا مهم جدا وإذا كان هناك على قول الوزير النرويجي إذا كان هناك من شارك في أحدى سبعة أكتوبر فنحاسب هؤلاء مع أن الأونروا الأسماء اللي قال الكهن الإسرائيلي أنهم شاركوا دون محاكمة قال هذا كلام بوليس قامت الأونروا بطردهم ليس حتى بتعليق عضويتهم في القوانين نحن نعيش في أوروبا عندما يكون هناك اتهام للموظف أو عامل يتم تجميده يتم تعليق عمله إلى غاية أن ينتهي التحقيق هي قامت الأونروا بطردهم سارعت إلى طردهم مع ذلك لم يشفعلها ذلك وفي حملة رهيبة الآن على الأونروا وكانه يتم تغطية على قرار محكمة العدد الدولية هذا الأمر خرج أول أمس بالمناسبة تقريبا ساعات قبل صدور القرار من ناحية أخرى يتم وكانه يتم تبرير قتل موظفي الأونروا أكثر 130 قتلوا لحد الآن وأن ترمى الكرة عند الفلسطينيين على أساس أن الأونروا تشغل إرهابيين كما يقولونهم خبث كبير جدا خبث كبير جدا قبل أن نذهب إلى ملفنا الثاني هناك بالتوازي مع القضية في محكمة العدد الدولية ستمائة محامي يقودهم المحامي الفرنسي الشهير جيل دوفار يقاضون إسرائيل في محكمة الجناية الدولية ما زالوا بعض الناس ما يفرقوش ما بين محكمة العدد الدولية ومحكمة الجناية الدولية باختصار محكمة العدد الدولية هي محاكمة الدول لبعضها البعض الدول تحاكم دول جنوب إفريقيا تحاكم ما يسمى بدولة إسرائيل المحكمة الجنائية تي بي بالفرنسية تحاكم الأفراد أفراد قادة الدول قادة مجموعة تحاكم أفراد تحاكم مسؤولين عن جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب إلى المحكمة العدد الدولية تحاكم دول محكمة الجناية الدولية تحاكم الأفراد هذا المحامي وهو جيل دوفار دعنا نسمعوا ما يقول جزيزة المحكمة تحاكم الأفراد ويقول أنه حدث محكمة وأنه حدث محكمة للجنوز لكننا نحن هناك لأفراد لأنه هناك الآخرين من المحكمة من المحكمة وإذاً هذا مهم جداً وهنا طبعا التهم هي تهم متعددة في النهاية تهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فقد قولي إخواني في تيك توك تلاحظون أني ما نوري لكمش الآن الفيديوات لأننا في مشاكل مع تيك توك بمجرد أن توري فيديو يدير لك إضعاف لللايف يعني فأراكم تسمعوا يعني بدلا ما تشوفوا هذا مهم جدا وهذه قضية المحامين الآن رحي تتراكم وفيه أعداد تتصاعد يعني هم بدأوا 300 الآن وصلوا الـ 600 وقالوا بأنهم قد يصلون إلى عدة ألف وهذا مهم جدا بمعنى أن العالم يتجرى على هذا الكيان الإرهابي اللقيت لغرس غرسا في مكان آخر هؤلاء الأوروبيين في الغالب تم غرسهم في فلسطين اللهم إلا على قلة قليلة منهم كانت متواجدة في فلسطين من قبل يتجرى عليه العالم كانوا دائما يخافوا منهم خاصة بتهمة المعادة السامية لأنك مجرد أن تقول كلما أنت معادة السامية فالناس كثير يخافوا الآن ولو يتجروا عليهم إلى درجة ولت أصبحت نكتة ولو يقولوا آه ستتهمونني بمعادة السامية تهموا أمس أو أول أمس تهموا هذا الرجل لأنه لم يتمالك نفسه لم يتمالك دموعه المدير العام مدير العام لمنظمة الصحة العالمية تهموه بأنه معادي للسامية تخيلوا ذلك خالنا نشوف المدير العام وهو يتحدث عن ما يجري في غزة غلبته دموعه كإنسان يعني كبشر لم يتحمل وهو يعرف بالتفاصيل ما يجري هناك هنشوفي لعندي له فيديو فيديوات كثيرة جدا شوف المساعد ممكن يبعث هالي يعني وهو المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اللي لم يتمالك دموعه وهو يتحدث عن غزة فاتهم بأنه معادي للسامية فيه لاحظتوا أنه الجزيرة وجابتها أيضا بعض الجهات الإخبارية الأخرى جايبين أمس أو أول أمس أعتقد أمس جايبين الجزائر سترفع قضية تبون يأمر البعثة الجزائرية لرفع قضية المحكمة إلى مجلس الأمن إلى آخره مركز عليها شوية الجزيرة أولا خلا نقول حاجة كل ما تقوله الجزيرة عن الجزائر هو يا إما نصف حقيقة يا إما مبتور يا إما ليس دقيق والجزيرة تريد نفخ تبون لأن قطر الأمير القطري لديهم علاقات وطيدة مع جناح تبون داخل السلطة وهم لا يريدون إزعاج نظام جزائري إطلاقا لأنه عندهم كثير من المشاكل أولا وثانيا لأن النظام الجزائري ساعدهم في صراعهم مع الإمارات في تحالف ما بين قطر والنظام الجزائري في صراعهم مع الإمارات والحقيقة أنا قطر تساعد نظام جزائري بشكل كبير جدا في قضية مواجهة الإمارات ما يعرفوش كيفاش يواجهوها فالجزيرة إذن كل ما يتعلق بالجزائر يا إما تغمض عليه العين يا إما ما تحدشش عليه يا إما خاصة إذا كان مزعج للنظام أي شيء ديرها النظام ولو تكون هكذا صغيرة تنفخ فيها وهذه ليش مهنية ليش موضعية هذه سياسة لمصلحة لصاحب مصلحة القناة لكن ما هي حقيقة هل بالفعل نعم تبون قال للبعثة أن يرفعوا القضية قضية للحقيقة لكن هذا كلام فارغ أولا لأن اللي يرفع القضية هو الأمين العام للأمم المتحدة وهذا بالقانون القوانين التنظيمية اللي تنظم عمل الأمم المتحدة تقول أنه عندما يصدر قرار من محكمة العدل الدولية يقوم الأمين العام برفعه إلى مجلس الأمن إذن فمش بحاجة إلى دولة أخرى لترفع القضية هذا واحد وعندما يرفع الأمين العام القضية فقد أنا ماش حبش ما يكذبوش عليك ان تركناك في الجزائر وتحب أن يكون عندك أن بلادك عندها موقف وما موقف ضعيف جدا في قضية غزة في قضية فلسطين عموما آه فيه كلام نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة هذا الكلام موجود لكن على الواقع يمنعون الجزائرين من المظاهرات اللي هي بسيطة جدا دول مطبعة ترك الناس تضحر المظاهرات أمس الجمعة في المغرب عشرات المدن أكثر من مئة مظاهرة في عشرات المدن نظام مطبع ولو كان هناك ذرة عقل في هذه العصابة التي تحكم الجزائرين يمكن تركه ماذا ستغير لو الجزائرين يخرجوا غضوية الظاهرة من أجل غزة بالعكس كانوا ربما ينظرون للنظام هذا أنه راح متناغم مع خطابه هاو مخلي شعبه يتضحر لكن هذه العصابة تخشى المظاهرات مش عارفة بلك يرفع شعار مخابرات إرهابية تسخط النافعة العسكرية دولة مدنية مش عسكرية تبون مزور جابه العسكر هاولي يرعبها ولذلك ما عدا مظاهرات أشرفوا عليها هم في 19 أكتوبر بعد أن كان هناك ضغط شديد عليهم توقفوا ولم يعودوا يسمحون ولو لشخص واحد أن يرفع العالم الفلسطيني ويخرج يمشي كون يقول يحيا غزة ورفع العالم الفلسطيني اعتقلوا إذن قضية أنهم هم اللي رفعوا القضية لمجلس الأمن هذا مش صحيح رفعها الأمين العام لماذا الجزيرة نقلتها الجزيرة نقلتها نقلا على الإعلام باش تنفخ في تبو الجزيرة الآن الجزيرة عضوا في مجلس الأمن الآن نعم عضوا لكن من هذك العضاء العشرة اللي لا قيمة لهم ديكور لأن مجلس الأمن هذا مجلس القمع العالمي اللي يتحكموا فيه هم الخمسة اللي عندهم الفيتو روسيا الصين بريطانيا فرنسا وخاصة الولايات المتحدة كلهم عندهم الفيتو لكن طبعا الأقوى هناك هو الولايات المتحدة هؤذا هم اللي يتحكموا في مجلس الأمن والحقيقة كل ما ستسمعونه من نفخ مسموح للنظام الجزيرة أن يقوم به الولايات المتحدة اللي عندها مثلا أكبر قاعدتين عسكريتين في المنطقة العربية وين موجودين؟ موجودين في قطر مع ذلك أعدى أعداء النظام الصهيوني في تل أبيب هو النظام القطري هذه حقيقة بمعنى أن الإمبراطورية تسمح للدول وإحنا قلنا أن كل الأنظمة العربية أنظمة وظيفية بعض الأنظمة تسمح لها بأن ترفع صوتها ضد إسرائيل وهذا مسموح للنظام الجزائري قطري لكويتي العراقي تخيلوا العراق اللي هي تحت الاحتلال الأمريكي ما عندهاش علاقات مع الكهن الإسرائيلي لماذا؟ مسموح لها عندها إكزونراسيو يعني عندها إكسبسيو بعض القوانين أو بعض الحاجات مرات يعطوا بعض الناس إكسبسيو الولايات المتحدة عاطية المجموعة الدول سمى دول عربية عاطينهم سمح لهم أن ما يكونش عندهم علاقات مع الكهن الإسرائيلي وأن مرة مرة ينتقدوا النظام الإسرائيلي أو الكهن الإسرائيلي كما قلت الدول هذه سيكون أربعة أو خمسة خاصة العصابة عندنا قطر الكويت والعينة الكويت في عشرات الألف من الجنود الأمريكية هي أيضا تقريبا جيبعة قطر في قضية القواعد الأمريكية مع ذلك أمراء كويتيين يظل يهاجموا في إسرائيل مسموح لهم هذا ما يسمى بالددوانمو يعني يعني عاطينهم واحد إذن كين دول يجب أن تطبع وهما أصلا تحمسي للتطبيع كين دول ما هي مطبعة ما هي معادية تحط فيها قيس سعيد تحط فيها تعمريطانيا تحط فيها يعني واحدة الدول هكذا كين دول مسموح لها أن ترفع شوية السوطح كله في إطار أنها أنظمة وظيفية كل ميسر كل نظام ميسر لما صنع له هذا هو الحقيقة العصابة في الجزائر ليست عدو للكية الإسرائيل عصابة في الجزائر هي عدو للجزائر والجزائريين والدليل شوفوا أحوال الجزائر شوفوا أحوال الجزائر شوفوا أحوالكم الناس اللي رأيشها في الجزائر شوفوا أحوالهم شوفوا طرقاتكم شوفوا مدارسكم شوفوا مستشفياتنا جامعاتنا شوفوا الحلام سكناتنا شوفوا الناس اللي عندهم سيارات تسوي 8 مليار و الناس اللي ما عندهمش بشيش وصبابط شوفوا الفقر شوفوا الجوع شوفوا الناس اللي تاكل من المزابل شوفوا الوضع نحن هو دليل مع أن هناك في هذه الأيام قامت القيامة على بالماضي قيامة قامت طيب شيء معنا تنتقدوا هذا اللي ما عرفش سير الفريق الاخر ايها خسر حتى مع الفريق الموريطاني اللي هم في نهاية المطاف اخوانا واشتهدوا مليح مليح ليهم شيء جميع لكن هل هناك نفس الاحتجاج والغضب على نظام حكم فشل لأكثر من 60 عام هل هناك احتجاجات على وزير الصحة الفاشل أو على وزير الداخلية أو على وزير التجارة أو على وزير الإعلام أو على وزير أي وزير أي وزير أي وزير هل هناك احتجاجات عليه ما هو الوزراء أهم من بالماضي هل هناك احتجاج على تبوه ولو كأن بعض الناس على هم الآن هذو متشجعين ضد بالماضي لأنهم عارفين أن المخابرات الإرهابية سمحت لهم بذلك عارف لما يسب في الفيسبوك ولا في تويتر ولا في اليوتيوب ولا في تيك توك ما يجيش لجماعة زوار الفجر ولا زوار العشاء ولا يدرك يذهب في أي وقت ما يذهبش يطبعوا عليه أو يعتقلوا عارفين هذا آره النظام سامحه مدام راح السابع نسبوه مرة سيدة كتبت لي وقاتل أنا أن ينسبك لأنه ما فيش خطر بهذه الصراحة قالت لي نعم نخرج ونسبوك لأنه فيش خطر علينا ف أفضل مش عارف لش نطلق هذا الفيديو فكان كثيرين لا ينتقدون من ينتقدونه إلا إذا أمنوا أن الحاكم إلا إذا أمنوا أن الحاكم ليس أحد يزعجهم في الحقيقة نحن مرات كثير من تحدثوا المداخلة ليهما عندهم شكل معين يديروا اللحية بطريقة معينة لباسهم يهمهم أكثر هو اللحية والقميص مع أنهم عارفين أن الله لا ينظر إلى صورنا ولا إلا أجسادنا إنما ينظر إلى أعمالنا وقلوبنا هم يعرفوا هذا في العمق لكن اللي يهمهم أكثر هو الشكل لكن في الحقيقة عقلية المداخلة هذه رهي منتشرة عند كثير من الناس مدام النظام مدام الحاكم ما ينزعج روحنا لهذه الجهة لماذا؟ لأنهم جبناء الحقيقة الجبن هو هذا الشجعان هم اللي يخذوا موقفهم بغض النظر على الحاكم بغض النظر على المخابرات بغض النظر على الجنيرالات بغض النظر وش رأيهم أما الجبناء باش منقولش الأذناب والعبارة الأدق هي الأذناب فهم ذنب هم ذنب تبع وإن ما كانش قلق يروح إلى درجة إلى درجة حل آخر جنيرال سائل هكذا تجده لا يأمر بمعروف ولا ينهى على منكر لا يفعل خير أو يأمر بخير ولا ينهى عن شر لأنه أحب من خاف سلم واللي سلم سعدة أيام ولكنه يتجر على الذين يأمرون بالمعروف وينهون على المنكر يتجر على الذين يقولون الحاكم أنت ظالم أو يقولون لوزير أنت فاسد أو يقول الجنيرال أنت مفسد يتجرع عليهم يتجرع على الذين يأمرون بالمعروف وينهون على المنكر على الذين يأمرون بالخير وينهون على الشر لكنه لا يتجرع هو لا يقوم أصلا يعني بالنسبة ليه يا أخوي أنا ما نقدرونهمش الحبس طيب مدام جابنت على قول الحق لماذا تقول الباطل لماذا تهاجم من لهم الشجاع ويدفعون الأثمان وهم يواجهون الشرور والأشرار المجرمين والعصابات طبعا كل واحد يأخذ فيها رأيه ويفكر في الموضوع خلونا نروح إلى الموضوع اللي راه ستكون له تدعيات خطيرة جدا الحقيقة بدات التدعيات تحدثنا أمس وجبنا القرار والخبر بكنا نعودون نجيبوه لأن هذه المرة من إحدى القنوات أو الإذاعات اللي هو يتعلق بأن عسكر مالي أو قداء مالي مالي ما عنده الجنيرالات ما زال ما وصلوش لهذا القرار يعني ألغوا اتفاق الجزائر وهليتهم ألغوا الاتفاق وكانوا مهدبين أو مهذبين أو يعني ممكن تكون هنا اتفاقية وتلغيها دولة أو تخرج منها ألغوا الاتفاق اتفاق الجزائر لالفين وخمسة عشر اللي هو ما بينهم وما بين الحركات الأزوادية وشنوا هجوم عنيف على الجزائر تجرأوا تجرأوا مرير على الجزائر كدولة هنا مش فقط على العصابات يعني هجوم عنيف خلينا نعود نجيب الخبر لكن هذه المرة كما قلت من إحدى الإذاعات الأخبار في باماكو بالخروج من اتفاق السلم والمصالحة المنبثقة عن مسار جزائر وقد تضمن البيان إشارة إلى أن هذه السلطات أي من اختارت التخلي عن موضوع الوحدة مالي والذي كان الاتفاق يسرده على الحركات كما أكد البيان أن هذه السلطات هي وحدها من يتحمل تبعات هذا القرى هذا رد الحركات الأزوادية هذا رد الحركات الأزوادية اللي هما متواجدين في ما يسمى بالإطار الاستراتيجي خلنا نظركم نشوفوه نجيبوا الاسم كاملا について CSPPSD الاسم نتحم CSPPSD اختصارا للتسمية بالفرنسية والتسمية بالعربية هو الإطار الاستراتيجي الدائم من أجل السلام والأمن والتنمية هذا الرد נتحم أي رد الحركات الأزوادية المتخاصمة مع عسكر باماكو قرار عسكر باماكو ها هنا عودو نذكر به ها هنا وقد ردت الخارجية الجزائرية ببيان يفيد بالأخذ بالعلم بالقرار الذي اتخذت همالي كما ينبه على العواقب الوخيمة المترتبة على الانسحاب من اتفاق السلم والمصالحة وقد تضمن البيان إشارة إلى العلم المسبق لدى الجزائر بتحضيرات السلطات الانتقالية منذ فترة لإعلان هذا القرار وبحسب مصادر إذاعة زواد الدولية فإن روسيا ملعت قبل ستة أيام صفقة تسليح عن مالي بطلب من الجزائر ما تسبب في انشار الوضع بين البلدين اوكي اهنا ما هو البيان خلونا شوفوا البيان الجزائري خلونا نشوفوا بيان لصادر من وزارة الخارجية ها هو البيان صادر من وزارة الخارجية نقرأ لكم نسخة بالعربية واش يقول سجلت الجزائر بأسف شديد وانشغال عميق تنديد سلطات مالي باتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مصار الجزائر تحيط الجزائر علما بهذا القرار الذي تود ان تشير الى خطورته هي المفروض مش تحيط الجزائر علما هي المفروض تأخذ الجزائر علما يعني الترجمة لانها النص مكتوب الفرنساوية وترجمة بائسة هي تأخذ الجزائر علما مش تحيط الجزائر كيفاش تحيط الجزائر هذه شوريك المستوى اللي راح فزارة الخارجية الجزائرية يعني تحيط الجزائر علما بهذا القرار الذي تود ان تشير الى خطورته الخاصة بالنسبة لمالي نفسها وبالنسبة لكل المنطقة التي تتطلع للسلام والامن والمجتمع الدولي برمته الذي وضع كل ثقة له والكثير من الموارد لمساعدة مالي على استعادة الاستقرار من خلال المصالحة الوطنية من واجب الجزائر ابلاغ شعب مالي الشقيق الذي يعلم ان الجزائر لم تتخلف قط عن العمل من اجل تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مصار الجزائر باخلاص وحسنية وتضامن لا تزعزع اتجاه مالي الشقيق ان شعب مالي ان شعب مالي وهو المفروض اتجاه دولة مالي ما ناخذوش الدول لا تخذ بالمسكيلان دولة المغرب حتى وكان يسمى المغرب كينجون نذكروه هنا نقوله دولة المغرب دولة مالي ان شعب مالي يجب ايضا ان يعلم وان يقتنع بان القائمة الطويلة حول الاسباب المقدمة لدعم التنديد بالاتفاق لا تتطابق اطلاقا مع الحقيقة او الواقع لا من قريب ولا من بعيد من الواقع لا يخفى على حد ان السلطات مالي كانت تحضر لهذا القرار من مدة طويلة فقد تحلت بوادر او تجلت بوادر هذه الخطوة منذ عامين في تراجعها شبه الكل عن تنفيذ الاتفاق ورفضها المستمر الى محاولات تهدف الى بعض تنفيذ الاتفاق وتشكيكه الى اخر الى اخر اولا تلاحظون ان اللغة صوفت خلاص خافتة تماما ماش اللغة اللي متعودين يسمعوها فيما يسمى بمجلس الامن انتاحهم فيما يسمى لما يكون هجوم على الجزائريين او على الشعب الجزائري او على الحراك لا 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 لغة بسيطة سكتة هادئة خاضعة تحسها تحسهم سامحونا يعني سامحونا سامحونا بسرح خلانا نقول لكم البيان ضعيف وضعيف جدا لان هذا البيان في الحقيقة البيان المالي كان بيان قبيح بيان في اهتهامات بما فيها ان الجزائر ترعى المنظمات الارهابية وتدعم المنظمات الارهابية وتساعد المنظمات الارهابية وتلعب بوحدة مالي وان حكومة مالي لن تقبل بهذا الوضع يعني هجوم عنيف هذا ليس الهجوم الاول هذا قبل شهر تقريبا كنا تحدثنا يوم سحبت مالي سفيرها والحقيقة طلبت السفير الجزائري المغادرة لكن النظام قال انه هو ايضا سحب سفيره اللي تخل او اللي تدخل يومها انا نرجع لقطر باش اعاد الامور الى ما هي عليه كينجزو الجهات لكن خاصة جهة معينة اللي هي قطر قطر ايضا تمول مالي تمويل الرئيسي التعمالي من قبل كان من عند الجزائر اموال مساعدات الى اخر الى مالي نيجر موريطانيا تشاد تبعث اموال على لان هذه الدول مش معطرفة بمغربيت السحراء وبعضهم معطرف بالبوليزاري وحتى معطرف بلارست جمهورية السحراء السحراء الغربية اذا هي تريد دلهم نوع من المنتنانس نوع من تصرف عليهم باش يبقى الموقف انتهى تلاحظ هنا ان كل شيء يدور حول قضية السحراء الغربية وليس شيء اخر الامر الاخر عندما يهاجموك ويقولون لك انك تدعم الارهابيين وهاهي الادلة طبعا الصحافة المالية مليئة التلفزينات اللي عندهم اللي يتبثوا لكن خاصة اذاعات والمواقع والجرائد مليئة بالاتهمة اكثرها ليس صحيح لكن جزء منها صحيح جزء منها صحيح اذا البيان انت على عصابة اللي خرج من وزارة الخارجية ضعيف جدا قبل شهر كما قلنا كانوا سحبوا الماليين سافيرهم وكان ذلك رد على استقبال تبون لمحمود ديكو الامام المالي اللي يرأس الكونتيا يرأس هذه مجموعة صوفية جماعة صوفية منتشرة في بعض الاماكن في افريقيا وهو من اكثر المخاصمين او المعارضين للنظام العسكري في باماكو وايضا لعودة زعماء الحركات الزوادية كانوا دعوه الى الجزائر ولماذا دعتهم الجزائر بعد ابعادهم لفترة وبعد اضعافهم وبعد اعتقال جزائريين وسجنهم لانهم مناصرين جزائريين خاصة من توارب ولكن ايضا من قبائل اخرى مناصرين للازواديين موجودين في السجون بعض امرأة مازال في السجون لان اكتشفوا النظام اكتشف انا في الصيف الماضي حدثت اكلمت عدة مرات وقلت ان هذه العصابة مش عارفة حتى وش رح يدور حولها وما اكتشفوا في نهاية نوفمبر بداية ديسمبر ان الامارات تغلغلت بشكل رهيب داخل باماكو حقا مش باماكو فقط داخل نواقشط ايضا داخل نيامي ايضا داخل نجامينا في تشاد ايضا وانا بدأ الاتصال بزعماء الازوات وبعضهم ذهب الى المغرب هنا النظام شعر بال شعر بالقلق كيفاش هذه الجماعات الازوادية انتوعنا انتوعك كيف انتوعك يعني انتوعك لما تتعامل معهم بانسانية بندية باحترام ما هوش لما تعتبرهم وكانهم انتوعك لما تتعامل معهم بانسانية لا منطقي يعني فهؤلاء ايضا شافوا الى النظام الجزائري يتعامل معنا بهذه الطريقة وهو يرى ان باماكو اللي يدعمها وجبلها فاغنر ويبعث لها في الاموال ويبعث لها في المساعدات بعضها يظهر واكثرها سري راح يتتعامر عليه على الاقل من منظور النظام الجزائري جماعة باماكو راهم الان فيدى الامارات وراهم الان يتلقاوا النظام المغربي وعلى ابوابا يعترفوا بمغربية الصحراء على ابوابا آه ثم فاقوا وقامت لاليرت قامت القيامة في الجزائر قامت القيامة وكانهم كانوا في عالم اخر كأنهم كانوا من اهل الكهف ممش عايشين مع الناس والدليل في البيانة تاحهم يقولوا ان الجزائر كانت تعرف انه منذ اشهر ان نظام باماكوره يتحرب من اتفاق الجزائر الى اخره طيب كنت تعرفه منذ اشهر ما هي الخطوات اللي اتخذتها ما هي ما هي الخطوات يستطيع المساعد اذا لقال الفيديو وين عطاف جالس يحلل في السفير المالي ومع ذلك السلطات المالية سحباته كان واحد الفيديو هكذا مؤلم المفروض السفير في حالة استثنائية يقابله زير الخارجي في الغالب يقابل مدير الادارة المعنية في الحالة هذه يقابل مدير ادارة افريقيا في وزارة الخارجي في افضل حالات يقابل الامين العام لوزارة الخارجي لكن هو لا عطاف راح يحلل في السفير المالي باش ما يروحش باش ما يغادرش الجزائر لكن السفير المالي يتلقى الأوامر العسكر المالي يدخل وانا شفت الفيديو يومها وشفت الجلسة التعطاف وشفت الإهانة كيف تعود الجزائر توهان الآن ما رأيش تعودنا نشوفهم يوهانون من طرف الفرنسيس من طرف الأمريكان من طرف من يشعار في الروس من طرف لكن تولي مالي أيضا توهينك فهذا الآن دليل ضعف رهيب إذن مادم كنت عارفين منذ عدة أشهر لماذا كل هذا السلوك وهذا التصرف وهذا التذلل فالحقيقة هناك مجموعة أسباب خلوني نقول لكم على بعض الأسباب لماذا هذا النظام يجد نفسه الآن تتغلق عليها الأمور أول شيء رح نذكر مجموعة أسباب أول شيء أو مجموعة ملاحظات سبب الأول أن العالم الخارجي مثل الجزائريين في معظمهم وأغلبيتهم يعرفوا أنه نظام غير شرعي وعندما تكون نظام غير شرعي وكانت موظهرات ضدك وكانت احتجاجات وكانين محتجين ومعارضين في السجون ومحتجين ومعارضين تطارد فيهم في الخارج وراك تضاحم في قوائم الإرهاب والأوضاع عندك سيئة فأنت مكش شرعي وبما أنك مكش شرعي تفقد شرعيتك على السعيد الخارجي تضعف قيمتك واللي قيمتك ضعيفة من ليس لديه شرعية داخلية شعبية لا يمكن أن تكون له قوة خارجية لا يمكن بل قد تتهاوى أي قوة كانت له في السابق هذا واحد الأمر الثاني عندما يرى ويسمع العالم أجمع أن هناك عشرات من كبار الجنرالات الآن هم تجاوزوا الأربعين أربعين جنرال ليس أي جنرال كبار الجنرالات منهم كبار قادة المخابرات الجنرال ترطاق الجنرال بوعز وسيني الجنرال راشدي الجنرال منيش عارف هشكون الجنرال نبيل الجنرال بوبكر هذه قاعتها مخابرات قادة نواحي ناحية العسكرية الثانية ناحية العسكرية الرابعة ناحية العسكرية الأولى هارب قادة درك مناد نوبا عرعار عبد الرحمن الأخير هذا منيش عارف كواسمية اللي أعرف السجن والله لا بلق تصير هارب آخرها قبل ثلاث أسابيع الإيطاحة بالمدير العام للشرطة واللي راه ما بين الحياة والموت وإذا خرج حي يخرج بـ ويخرج نص مئته جنرالات يموتون تحت التعذيب قاعد ناحية العسكرية الثانية اعتقلوه بعد ثلاث أسابيع ولا خرج الإخبار بأنه توفى رشيد شواكي قاعد المشتريات مدير المشتريات فزار الدفاع تحت التعذيب حتى قتل صواب من قبل تحت التعذيب حتى قتل وآخرين راهم الآن في العالم الخارجي يرى الوزراء في السجون رؤساء وزراء في السجون ولات مدراء وبعضهم هاربون سواء كوزراء أو كلاء ولات العالم الخارجي يرى أنك نظام متفجر مشتت متصارع متخاسم كلما جاء فريق أدخل الفريق اللي سبقه إلى السجن وأحياني للقبر هذا الأمر الثاني الأمر الثالث عندما يراقب العالم أحوال الشعب الجزائري خاصة في الجنوب وهنا لماذا نتكلمه الجنوب؟ لأن هنا يتعلق الأمر بحدودنا الجنوبية الوضع السيء جدا الآن راح فيه مالي يعني 1300 كم من الحدود للتدقيق المرلي فاتت ربما ما دققتش مليح في الحدود الحدود الجزائرية حوالي 1000 كم مع تومس حوالي 1000 كم مع ليبيا حوالي 1000 كم مع النيشر حوالي 1300 كم مع مالي أقل قليل من 500 كم مع موريطانيا أكثر قليلا من 1700 كم مع المغرب يعني المغرب هي أطول حدود لنا في لما تشوف وضع الجزائريين في الجنوب بائس وضع الجزائريين عموما بائس في الجنوب ضربوا في خمسين مرة هذا البؤس الأسعار مرتفعة إدارة تشعروا كأنها جمعة احتلال باراجات ومرات باراجات يطلبوا دراها من عند الناس يقول لي كثير من الناس قالوا يجي داخل تمرست تخلص من القرى والمدن اللي حاول تمرست يجي خارج منها تخلص من البراجات اللي تم وإذا ما خلص يخلوك في السمش يقول لي ما عنديش دراهم كأن الناس فقرهم ساكين يقول لي والله ما عندي دراهم يعني جيت برك نقضي وراني سلف السيارة ولا حاجة كما يقولوا له دب رأسك كان حتى اللي يقول لهم دخول الحمام مش كما يخرجوا هذول يجوا خارجهم تمرست عسب المتال وبراجات وكاين مساكين لا برجات اللي يقول لهم عطونا نشربوا الماء وعطونا شوية خبز والله هم ما جابوناش الأكل انتاعنا في الغالب برجات انتاع جنود مساكين فأحيانا انتاع درك في سحارة قاحلة ومرات في الشمس رهيبة فحالة السكان في الجنوب سيئة جدا جدا وهنا مش تكلم فقط على أقصى الجنوب من المنع المنع ورقله وانزل كارثة بكل مقاييس والمناطق الأخرى ما هيش بعيدة عليها لكن كي يجي تقارنها الجنوب واش راه فيه اثنين مليون كيلومتر مربع لا تجد فيها مستشفى يصلح اكثر من ثمانين مليون مساحة الجزائر هي الجنوب من اللغوات التحت كلها جنوب مساحة الجزائر اللي ما هيش صحراء ما هيش جنوب هي ثلاثمائة ألف كلمة مربع أكثر من ثنين مليون كلمة مربع هي الجنوب أقصى الجنوب أسوأ من ورقله والمريعة وما جاوره وموتقرت وبسكرة وهذا اللي في الوسط أسوأ بكثير تيمياوين وبرج باجي مختار وعين قزام وعين صالح هيا مش خارج تاريخ ما قبل قبل تاريخ فهذهك حتى مالية يشوف حتى حكام مالية يشوف في وضع الجزائرين هناك الأمر الآخر وخاصة في هذه القضية بالذات هو أن العصابات اللي تحكم في الجنوب قاعدة مش بقاعدة تحرف الذهب فقط ويجيبوا في تشاديين يستخدموا فيهم خاصة باش يحفروا لهم على الذهب وأحيانا كما يتفهموش معهم يقتلوهم أو يجوا يلقوا أفارقة أو جزائرين يبحثوا على الذهب يقتلوهم لا المشكلة الأخرى يعتقلوا في ناس في ناس صرف الأزوات طام الراس وما تحتها تين زاواتين تيمياوين برج برجي مختارين قزة هذه كلها قبائل عربية وترقية ومعهم قبائل أخرى عندهم امتدادات في شمال نيجر وفي شمال مالي ولاد خالهم ولاد عمهم إلى آخره متداخلة لما جات الحدود قسمتهم لما رسمت الحدود مع خروج الاستعمار الفرنسي قسمتهم فهم يتعاملوا معهم بشدة قبل أيام كانوا مجموعة من الشباب رفعين العالم أزوادي صغار واعتقلوهم وعنفوهم وضربوهم مش عارف لا طلقوهم الآن ولا ولو رفعين العالم الأزوادي فقط فالنظام العصابة خسرت وهي تخسر مع جماعة باماركو راح تخسرت الأزواد أيضا للإنصاف في الأسابيع الأخيرة هذه ما عدا قضية الاعتقال على الشباب اللي رفعين العالم الأزوادي هم جزائريين بدأوا يخفوا شوية على زعماء الحركات الأزوادية هناك عدد مجموعة من الحركات لما شافوا خلاص قادة مالي خرجوا من الدين وأصبحوا لعبة في أيدي الإمارات وهذا قادة مالي يديروا السياسة عارفين نظام الجزائري شكون هو اللي يشوفه شيطان هو النظام المغربي راح وتلقى وكما قلت رحم على أبواب أن يعترفوا بمغربية الصحراء بالمناسبة في فترة معينة كان عدد الدول الذي يعترف بالصحراء الغربية إما باعتبارها لارست الجمهورية الصحراوية أو على الأقل يعترف بالبوليزاري وباعتبارها حركة التحرم كانوا 84 ثمانين لقيتنا دراسة عاملينها الإسبان والإسبان هم أكثر الناس فهماً لقضية الصحراء لأنه ليس المستعمر اللي استعمروا الصحراء الغربية منذ أكثر من ثلاثمائة سنة أو عاملين دراسة قال لك أنهم كانوا 84 اللي يعترفوا بالصحراء أو بالبوليزاريو ثمانية وثلاثين سحبوا الاعتراف وثمانية وثلاثين ابقوا كم هذوم؟ ستة وسبعين وثمانية رأوا سيسبندت مع القين الاعتراف بالبوليزاريو يعني من ربع وثمانين في فترة معينة في بداية الألفين بقيت فقط ثمانية وثلاثين أغلبية الدول ما عدا واحدة العشرة والأخمستاش اللي اخذاتها على أساس أنه قضية تصفيت السعمار إلى آخر إلى آخر لكن أغلبية الدول اللي اعترفت إما بالبوليزاريو أو حتى أكثر من ذلك اعترفت بجمهورية السحراوية كما تسمعها كانت أموال جزائرية تدفعها هذه حقائق هذه حقائق ولما أصبح غير ممكن دفع الأموال أو المغرب أو المناء اللي دافعوا أو اللي ناصروا المغرب خاصة الإمارات والسعودية يدفعون أكثر غيروا ولاهم لأن هذه الدول وشيهمة في قضية السحرات تكون بوليزاريو ولا تكون مغرب بالنسبة لهم يهمهم اللي يعطي لهم المال لكن لما المغرب يصرف على هذه الدول أرى هم سيطرة على الأراضي السحراوية بما فيها من معادن بما فيها من أسماك بما فيها من ثروات بما فيها من كل شيء دعونا باش نتكلموا بهذه الصراحة الجزائر لماذا؟ يقول لك تقرير المصير دعونا نتمس خير دعونا نقول لكم بالدرجة دعونا نتمس خير اسمح شعبك بل يقرر مصيره باش نبعد تكلم عن تقرير المصير وبعدين إذا جيت صح في تقرير المصير دعونا نقول لك شيء من هو الأولى أن تعترف به؟ الكوسوفي اللي من عرقية ألبانية وهو مسلم لما انفصل على السربي المسيحي الأرثوذوكسي هذا أولى أن تعترف به؟ من قرر المصيره؟ واللصحاروة اللي هم لا يختلفون على سكان الجزائر في الجنوب ولا يختلفون على سكان المغرب في الجنوب تقريبا يعني حويش كثير متشابهة هذه كل هالمنطقة هي منطقة يعني نفس القبائل تقريبا متواجدة في موريطانيا في جنوب الجزائر في الصحراء الغربية وفي جنوب المغرب متداخلة من هو الأولى لو كنت جيت صح مع تقرير المصير؟ لو كنت اعترفتم بالكوسوفو لحد الآن لا تعترف العصابة في الجزائر بالكوسوفو كدولة مستقلة مع أن أكثر من نصف دول العالم اعترف بها ومع أن الكوسوفي كما قلنا هو كوسوفي من عرقية ألبانية ومسلم منين نفصل؟ نفصل من عند سربي من عرقية أوروبية أرثوذوكسي أو من عرقية أسلافية بعبارة أدق وأرثوذوكسي ما لا يتفق معنا في أي شيء؟ هذا أولى أن تعترف به لو كان جيت بحق ولذلك من بعد لما ترفع شعار أنك مثلاً مع استقلال الصحراء الغربية من أستاذ تقول لك والله النظام هو يدافع على حقوق الشعوب والأول الذي يجب أن تعترف به هو الشعب الجزائري دعونا نرجع لماذا الأسباب لماذا هذه العصابة لا تستطيع أن تواجه الهجمة التي رأي جاية إذكرنا مجموعة بما فيها هذه الرأي الشعب الجزائري في النظام بما فيها الصراعات داخل هرم السلطة بما فيها الأوضاع الداخلية إلى آخر دعونا نزيد بعض النقاط كان المشكلة والتي تابعوني هنا عرفوني تكلمت علي عدة مرات تجنيس الآلاف من الأفارقة في الظرف الثلاثين سنة الآخرة لن نقول عشرات الآلاف اللي هما معهم الجزائريين وما عندهمش علاقة بالجزائر من عدة دول أفريقية خاصة دول مجاورة وخاصة من النيجر واتشاد ومالي وحتى نيجيريا وغيرها وخاصة دول فرنكوفونية كاميرون مثلا جزء من الكاميرون بعض السينيغاليين يجنسوا فيهم باعتبارهم جزائريين ولكن قانون قديم يقول بأنه اللي يثبت بأنه والديه جزائريين إلى آخر من بعد خرج الاستعمار تعطى الجنسية هذا طبيعي لكن من بعد لا أصبح قضية التجنيس إدفع من جنسك اللي عنده مال في النيجر وفي مالي إلى آخره يجي يدخل الجزائر يدفع لي جماعة المخابرات وجماعة القضاء وأنا تكلمت على هذا موضوع وتفصلته تفاصيل طويلة تقدروا ترجعونه يصبح جزائري فيصبح عنده الباسبور الجزائري وتصبح عنده بعض الامتيازات اللي هي الجزائريين فقط لكن الأخطر من ذلك هذا ما عنده حتى ولاء للوطن ليس له أي ولاء للوطن جادرها بزنس يصرف خمسة الاف دولار ولا عشرة الاف دولار ولا على حساب كل واحد وظروفه ودى الجنسية كما هذوك اللي يصرفوا دراهم باش يدخلوا للبرلمان ولا باش يدخلوا للبلديات ولا يصرفوا دراهم من بعد لازم يسترجعوها هو الآن يصرف على الجنسية من بعد لازم يسترجعها وهذا في الغالب هما بعضهم على الأقل باش منظلمهم باش كلهم بعضهم هو اللي يمارس في كل أنواع التجارة غير المشروع خاصة تجارة المخدرات وتجارة الأسلحة ومعامل شركاءهم في الغالب شركاءهم ضباط في الدرك ضباط في الشرطة ضباط في المخابرات ضباط في الجيش مسؤولين في الإدارة في الولاية هذن هم شركاءهم قضيت فيها دراهم ودراهم ضخمة خلاف التهريب منتع بيع الطريق مرات شاحنات مليئة بالمواد المدعومة في الجزائر تخرج وتدخل بدون أي شكال وبعض المساكين مهرب 100 لتر تاع بنزين يستجنوه بعشر سنين ولا خمسة عشر سنة وكاي اللي يتيروا عليه يقتلوه أو مهرب خمسة قناطر تاع سميد أنا ضد التهريب حتى لو كان يكون كيلو موش لي يهرب خمسة قناطر تحكم عليه بعشر سنين ولا تقتلوه واللي مهرب خمسمائة قنطار ولا خمسمائة طن تفتح له الطرق وتسهلوا كل شيء هذا هبال هذا عبث من بين الأسباب الأخرى لماذا العصابة اللي حاكم اليوم لن تستطيع أن ترد الهجمة اللي راي تتعلق بتكسير الجزائر ما هو قضية تسحب مالي من الأخر هذه كلها هذه كلها اتفاق الجزائر هذه كلها مبررات وهمية لما هو قادم دعنا نذكر أشياء أخرى انتشار الفساد كما قلت داخل طبقة الضباط وطبقة الإداريين الكبار تعرفوا أن كاين وهو ما يقدروا يعرفوا هذه بسهولة كاين دي كوميسير عندهم عشر سنين نرهم هناك انتت تقول واه وش هكذا عشر سنين الناس ما تقدرش تقول حتى عامين هناك لأن الحياة صعبة خاصة إذا كانوا موال في ساكن في وهران ولا ساكن في بجايا ولا ساكن في عنابة ولا في العاصمة بالنسبة ليه أقصى الجنوب هذا صعب جدا مناخيا إقليميا التراب البرد الصحة الصحراش الشمس الغبار المواد ما توصلش كثير من المواد توصل تعبانة الخضر الفواكه وش يشدوا كاين بعض الناس القانون في الغالب حسب الإدارات يعني ما بين ثلاثة إلى خمس سنين تقضيها في الصحراء خلاص رك أديت لي عليك في الجيش في الشرطة في الدرك في العدارة لأن كاي اللي عنده عشر سنين 12 سنة 15 سنة قاعد ثم لماذا؟ لأنه باختصار بسيط لقى طريقه للرشاوي لقى طريقه ليبيع طرق لقى طريقه للذهب فأصبحوا أغنياء وإذا كان الشهرية التاعه هي 12 أو 14 مليون وهو قد يدخل في الشهر مليار زج ملاير ثلاث ملاير على حساب البزنس وعلى حساب طرافيك وعلى حساب طراباندو اللي يدعوا وكاين يدخلوا أكثر من ذلك وأنا من هنا أقول لهم أرجعوا لهذو اللي يطالبوكم كل عام يقول لكم زيدونا عام في الصحراء لماذا يقبلون أن يزيدوا عام الصحراء والناس تهرب منها؟ لأنهم باختصار بسيط قاعدين يديروا في نهب رهيب وفي أموال ضخمة جدا خلينا نوري لكم واحد الفيديو لعل البعض منكم ممكن اسمع الخبر هذا جو فب فب مبالغ ضخمة لنقوات الظهب بشكل رهيب هذا الذهب وين هذا؟ هذا الذهب ألف وربعمائة كيلو ألف وربعمائة كيلو ذهب ألقت عليها القبض تم ضبط ألف وربعمائة كيلو غرام من الذهب بمطار أديسابابا بدولة أثيوكيا في طريقها إلى دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ومصدر الذهب المهرب دولة النيجر وتم تهريبها عن طريق مطار نيامي بن نيجر واعترفت سلطات النيجر بحادثة التهريب لألف وربعمائة كيلو غرام من الذهب بقيمة تزيد عن مئة مليون دولار مئة مليون دولار أكثر من ألفين ومئتين مليار بدرهم الجزائر من خلال مطار نيامي التي تم ضبطها في أديسابابا وأشار وزير العدل علي داوت في تصريح صحفي إلى أن التحقيقات ستستمر إلى آخر إلى آخر يتم استخراج الذهب هذا هو لهم من أكثر يتم استخراج الذهب في شمال مالي والنيجر وجنوب الجزائر ويتم تصفيته بمنطقة أرليت في شمال النيجر ويتم نقله إلى نيامي عاصمة النيجر لتهريبه إلى دولة الإمارات العربية ويتم تهريب ما يقدر بمئة طن من الذهب من هذه المناطق أي شمال مالي والنيجر وجنوب الجزائر في المعدل سنويا يتم تهريب مئة طن هنا في هذه مئة وربعين طن أعفوا ألف وربعين مئة كيلو مئة طن مئة طن نتكلم على مئة طن في عشر قناطر كل قناطر فيه مئة كيلو رأنا نتكلم على مئة ألف كيلوغرام من الذهب يتم تهريبه سنويا من شمال النيجر شمال مالي وجنوب الجزائر صدفة سلطات مطار أدي السابيبة اكتشفت ألف وربعين مئة كيلوغرام ولذلك مرة لما اذكرت هذه الأشياء بعث لي واحد قائمة وقال لي يا راه الإمارات ما عندهش بزاف الذهب لا هذه الدولة الإمارات اللي معلنا العدد اللي معلنا عليه وكان يعلن وكان الإمارات تعلن على كل الذهب اللي يدخلها ويتم تهريبها إليها يساوي ربما كل ذهب العالم الإمارات أين يوجد معادل نفيسة خاصة الذهب تقوم بكل ما يمكن من أجل أن يصل إليها وهي كي تقوم بتمويل مجموعة من الميليشيات خاصة الميليشيات فاغنر هو موش لعب إذن من بين الأسباب وجود طبقة عسكرية وإدارية وممكن نقول عسكرية وإدارية بما فيها البوليس بما فيها الدرك الدرك كبار ضباط وكبار مسؤولين مرتشين تماما وفاسدين ومفسدين تماما لهمهم والنهب فلا يمكن بإدارة فاسدة تماما إذا كانت في الشمال وكان شوية رقابة وكان شوية متابعة باعا شوفوا الفساد وراه واصل فما بالك في الجزائر قبل يومين فقط متكلمين على 31 كيلو جرام ممكن المساعدة يعود يبعثها لي باش ما نبقاش نبحث في الفيديو واحد 30 كيلو جرام قالك جايم تماما ستاواش تاكوكاين من يساهل دخول كوكاين من يساهل تهريب الذهب السلطات كبار المسؤولين مدنيين وعسكريين إذا بهؤلاء لن تستطيع بعيدا نقطة أخرى تكلمنا على حالة كسبب واحد من الأسباب لماذا هذه العصابة لن تستطيع أن تواجه الضعف المدنيين وتثقيرهم في الجنوب وحالة بائسة لكن أيضا الجنود صف الضباط البوليسية البسطاء الدرك البسطاء الإداريين البسطاء يعيشون في حالة بائسة جدا ولذلك بعضهم يتصرف كقطع طرق لأن عنده سلاح ويحب ينهب يشوف الكورونال والجنرال والكوموندان والكوميسار أصبحوا كلهم أغنياب لكاتكاتو ودي فيلا والأموال المهربة والسفريات إلى أوروبا وإلى الإمارات وإلى من شعر في إسبانيا فهو يشوف والديوانة أيضا إذن هذا أيضا يؤكد لك أن العصابة لن تستطيع أن تواجه ما يراد والذي يراد هو تكسير الجزائر الخطر الأعظم قلتها عشرات المرات قلت لهذه العصابة أن الخطر لن يأتين من المغرب في النهاية هؤلاء جيراننا ويعرفوا لما يصلنا الضرر راح يصلهم هم الضرر أيضا بشكل أو بآخر ولن يأتين من تونس ولن يأتين من ليبيا وفي الأصل حتى لا يأتين لا من مالي ولا من نيجر إنما لأن في ليبيا ومالي والنيجر وإلى حد ما موريطانيا دول ضعيفة جدا ومخترقة حتى النخاع فسيأتيك الخطر من الجنوب سواء خطر الشمال أو خطر الإمارات ومن معها من صهاينا طبعا هما جايبين يبدو أن اليوم عودوا خرجوا الويزة حنون قالوا أن هاي والجايبين اليوم في الخبر مثلا في جارية الخبر هجوم على عسكر مالي عسكري وبماكو يختارون الحرب الأهلية عسكري وبماكو يختارون الحرب الأهلية الصحافة كلها اليوم بشكل أو بآخر هاجمت ما سموه عسكري وبماكو عسكر بماكو لكن ما عندهمش الشجاعة ولا القدرة على الإنصاف على قول الحقيقة وماذا يفعل عسكري والجزائر جنراليات الجزائر بعبارة أدق أليس شنغريحة هو الذي أتى بفاغنر في أكتوبر 2021 بعد واقعة الهجوم تاماكرون أليس هو الإجاب فاغنر؟ بماذا اليوم يتقوى عسكر بماكو على الجزائر؟ بجماعة فاغنر والروس اللي طلقوا الموضوع لعسكر بماكو وإلى فاغنر اللي هي تاحهم مؤخرا فقط لأن النظام نزعج منهم بشدة شنغريحة قال لهم راكم تلعبوني بالخبزة شنغريحة وضعه سيء جدا اليوم مع كثير من الجنرالات لأنهم عارفين بللي يجاب فاغنر ووشنغريحة فقبل أسبوع ولا الروس وقفوا واحد الصفقة إنتعى أسلحة أصلاً ما كانتش راحة من روسيا الصفقة أعتقد أنها كانت راحة من سربيا إلى باماكو لأن النظام قال لهم باماكو رام يتحدوا فينا رام يسبوا فينا رام يتهموا فينا بالإرهاب وبدأ بعض الجنرالات داخل النظام في الجزائر يقولوا بللي ذا الروس اختاروا باماكو والإمارات ويبدأ أنهم اختاروا باماكو والإمارات فأحنا لا يبقى لنا خيار إلى الأمريكا تخيلوا لا تستغربوا إذا شفتوا يوماً ما تحول جوهري في تحالفات العصابة من الصين وروسيا إلى أمريكا لا تستغربوا ذلك إطلاقاً خاصة بعد واقعة البريكس وواقعة هجوم لوفروف على العصابة طريق غير مباشر لما قال الدول اللي قبلناه هو الدول اللي عندها هبة على الساحة الدولية وتأثير على الساحة العالمية إذا ما هو الحل؟ قد أسمع الناس يقول لك اوكي رجلتنا ويشنو هي المشاكل وكاين مشاكل أخرى يعني لو كان نتوسع فيها أكثر لكن ما هو الحل؟ شوف باختصار بسيط هذا موضوع طبعاً طويل وكان نبقى ما هو الحل والآن نرنا في قربز السوي لكن الحل باختصار وهو مجموعة من الخطوات الخطوة الأولى التصالح مع الشعب الجزائري إطلاق الأحرار توقف على مطاردة الأحرار توقف على شيطنة الحراك إطلاق الحريات السياسية إطلاق الحريات الإعلامية توقف عن تدخل في قضاء تليفون هذا رفع أيدي المخابرات الإرابية عن الشعب الجزائري شعب اللي مات حرق روحه قبل أربع أيام في بحبة أو خمس أيام كيف مات؟ حقرة عالناً وهذا الحقرة راه يمارسوها كثير من عناصر الشرطة والدرك والمخابرات خاصة في المدن الصغيرة والبسيطة والأحياء ظلم عظيم راه داخل كفوا عن ظلم الشعب الجزائري وقائمة في هذا وتعرفوها جيداً على الساحة هذا على الساحة الداخلية ويوماً ما ربما نفصلها بكثير من التفصيلات على الساحة الخارجية التوقف عن الصراع مع النظام المغربي تحبوهم ولا تكرهوهم يحبوكم ولا تكرهوكم لا الجزائر راح ترحل ولا المغرب راح يرحل والشعبين الجزائري والمغربي هم شعب واحد وخاوة إحنا وأي خصومات بيناتنا ما تخدم إلا القوى الخارجية التي تريد تدمير الجزائر ثم تلحق للمغرب وقد تدمر الجزائر بالطريقة الهارد وتختارق المغرب وتدمره بالطريقة الصفت وهذه هي الاستراتيجية اللي راح عند الإمارات إذن حل المشاكل بين النظامين لأنك عندما تحل المشاكل بين النظامين ويتوقف الصراع والخصومات على الساحة الدولية والإقليمية وشراع الأسلحة وجلب وجه يدير الوزير الإيراني هذه المرة كين نقاط قبل ربع أيام كان وزير خارجية الإيراني في الجزائر والحديث على ترتيب زيارة الرئيس الإيراني رئيسي للجزائر إلى آخر إلى آخر لكن جامعه وفد عسكري لم يعلن عنه لماذا؟ لأن الشينغريحة والعصابة يحتاجوا أسلحة الروس مش قادرة تبيع الصين دايرة شروط الصرب ما يقدرش يوفرهم كل شيء كوريا الشمالية وفرت بعض الأشياء ولكن ليس كل شيء يحتاجوا إيران الآن طبعا لم يعلن على هذا رسميا يعلن فقط على زيارة الوزير بدل ما تروحوا تتوسلوا شراء الأسلحة ومزيد من الأسلحة لمزيد من الأسلحة حلوا مشاكلكم مع النظام المغربي المشاكل مع النظام المغربي ليس كما مشاكل فرنسا مع ألمانيا أو بريطانيا مع ألمانيا جرت بيناتهم بحار من الدماء حتى لاقوا المحيطات وشوفوا رهم الآن في الاتحاد الأوروبي وتعاون أوروبي حتى بريطانيا المخرج من الاتحاد ما زالت متعاونة إلى آخر نحن كما جزائر المغاربة يجمعنا كل شيء ويفرقونا زج بغولة هنا مربط الفرس عندما تحل مشاكلك مع النظام المغربي ونظام المغربي يحل مشاكل مع النظام الجزائري لن يحتاج نظام المغربي لا للإمارات ولا للصهاينة ولا لغيرهم ولن تحتاج أنت لا للإيرانيين ولا للروس ولا للأتراك ولا القطرين ولا لغيرهم بل بالعكس تبني قوتك من جديد ونبنوا المغرب الكبير من جديد ونبنوا الاتحاد المغاربي لا يمكننا أن نبنوا الدولة المغاربية الكبرى كون عندكم شوي عقل حد أدنى من المنطق لكن هذا لن يتم بشنغريحة صراحة ربما واحد مثل تبون ربما تمشي معه الأمور وخاصة مع وجود بوعلام بوعلامي يقال أنه ليس من ما هو مهبول لكن شنغريحة وجمبرمهن هالزوج بالذات وناصر الجن هالثلاث يجب الإطاحة بهم هذا مكانهم السجن وفي الحقيقة مكانهم الإعدام مكانهم القبر لكن أنا لست معا أن يحاكموا حتى الآن مدام ما كاش نظام شعبي حقيقي مكانهم السجن على الأقل يلتحقوا بوعز وسيني وأشبه حياكم الله السلام عليكم ونحك الله وبركاته